بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الأجندة في 18 ديسمبر من عام 1973 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية فيها فأصبحت بذلك واحدة من ست لغات رسمية في الأمم المتحدة هذه اللغات هي الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية وبهذه المناسبة اعتمدت إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام اعتمدت يوم 18 ديسمبر من كل عام يوما للاحتفال باللغة العربية أسوة بزميلاتها الأخريات وبهذه المناسبة التي مرت علينا قبل ثلاثة أيام تكريبا رأيت أن أتحدث مع المشاهدين الكرام عن اللغة العربية بوصفها لغة الدين والثقافة والفكر لأكثر من 500 مليون نسمة في الوطن العربي ومناطق أخرى مجاورة وغير مجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال سنغال يعني وأريتريا وغيرها وتأتي أهمية الحديث عن اللغة العربية اليوم في ظل هجمة واسعة تتلقاها هذه اللغة من أبنائها على إثر الهزيمة القومية التي أحدثتها الثورة المضادة للربيع العربي وراء كل هزيمة يتلقاها العربي يتنمر على اللغة العربية وعلى الثقافة العربية طوال العصر الحديث يعني حيث تخلى الكثير من الشباب العربي عن ولائه للغته العربية ضمن تخليه عن الكيان القومي العربي الفاشل وأصبح لدى قطاع كبير منهم انطباع بأن العربية اللغة عاجزة مترهلة غير قادرة على مواكبة العقل الحديث وهذا الانطباع إذا انتشر والتسع في أوساط الناس سيكون بداية النهاية للكيان المسمى القومية العربية لأن اللغة العربية هي الرابطة الأساسية السياسية والروحية بين العرب وغيابها سيؤدي بلا شك إلى غياب الكيان السياسي العربي الكبير وحينها سيتعين على شعوب هذه المنطقة أن تبدأ بناءها الثكافي والفكري والنفسي من الصفر فهل العربية حقاً لغة عاجزة مترهلة غبية كما يقول البعض لا تصلح للعقل الحديث ما معايير تقييم اللغات وهل تنطبق هذه المعايير على العربية ما ميزات اللغة العربية وما مشكلاتها ما هي ميزاتها وما هي مشكلاتها هذه الأسئلة وسواها هي موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا عرفنا في حلقة سابقة أن هناك فرقاً بين كلمة لغة وكلمة لسان أو كلمة لسان عفوا وقلنا أن كلمة لغة تشير إلى ما يميز الإنسان عن الحيوان في جهاز النطق الإنسان يلغو والحيوان لا يلغو إذن اللغة هي الميزة التي تخص الإنسان أما ما يميز أمة عن أمة من الناس فهو اللسان وليس اللغة من الخطأ أن نقول لغة عربية ولغة فرنسية ولغة صينية مثلاً الصواب أن نقول لسان عربي لسان صيني لسان فرنسي إلى آخر وهذا ما اتفك فيه القرآن وعلم اللغة الحديث كلاهما مع هذا التكسيم كلاهما يميز بين اللغة واللسان والكلام لكننا لذن نلتزم في هذه الحلقة بهذه الدقة يعني حتى لا نعكد الأمر على المشاهد سنتحدث عن اللغة وكأننا نتحدث عن اللسان مقصود هو اللسان وقلنا أن اللسان هو عبارة عن ماذا؟ عن نظام من الكواعد الصوتية والصرفية والنحوية التي تميز لغة عن غيرها نظام كواعد الاختلاف الأساسي بين لسان ولسان بين لغة ولغة هو في نظام الكواعد وليس في الألفاظ كما يظن بعض الناس لأن اللغات كانت تستعير من الألفاظ من بعضها بعضا نحن نأخذ ألفاظ من الفارسية من الحبشية من الرومية وهم يأخذوا مننا ما فيش مشكلة يظل اللسان عربي حتى لو أخذنا آلاف الألفاظ من اللغات الأخرى لأن اللسان كما قلت هو نظام الكواعد وليس الألفاظ وهذه معلومة مهمة لمن يتساءل كيف يقول القرآن إنه نزل بلسان عربي ثم نجد فيه ألفاظ أعجمية من لغات مختلفة بعضها عبري، حبشي، فارسي، سورياني إلى آخره الجواب مرة أخرى، اللسان هو نظام الكواعد نظام الكواعد الصوتية والصرفية والنحوية في الأساس وعلشان نقيم أي لغة، لكي نقيم أي لغة ونحكم عليها بالكفاءة أو عدم الكفاءة بالرقي أو عدم الرقي لابد من معرفة معايير التقييم أولا لابد ما يكون عندنا معايير للتقييم وهذا ما سنفعله في هذه الحلقة هناك معايير عدة لتقييم اللغات من حيث كفاءتها وعدم كفاءتها أهم هذه المعايير ثلاثة هي معيار مرونة اللغة مرنة أو غير مرنة معيار الثراء المعجمي ومعيار الكفاءة التعبيرية، كفاءة في التعبير وفقاً لهذه المعايير الثلاثة فإن اللغة العربية من أركى اللغات في العالم ولنبدأ بمعيار المرونة من مظاهر المرونة في اللغة العربية أول مظهر الاشتقاق معروف أن اللغات في العالم على ثلاثة مستويات من حيث الرقي من حيث رقيها هي على ثلاثة مستويات أركى هذه المستويات هو المستوى الاشتقاكي نشتق الكلمات من جذر واحد مثلاً عندنا جذر مكون من ثلاثة حروف كاف تا با كاف تا با هذا عبارة عن جذر ممكن نشتق من الكلمات كثيرة جداً عن طريقة الاشتقاك الأصغر اللي هو مثلاً نقول كاتب كتاب مكتوب مكتبة كتب مكاتيب كتاتيب إلى آخره هذا الاشتقاك الأصغر اللغات الإلصاقية لا تشتق الكلمات بهذه الطريقة من جذورها ما فيش جذور تشتق منها بل تلسك بالكلمة مكاطع إضافية لكي تدل على المعاني الإضافي على المعاني الإضافية أشهر هذه اللغات الإلصاقية هي اللغة التركية مثلاً إذا أراد أن يقول بيتنا يقول لك بيزم إفلر بيزم يعني حقنا إف يعني بيت لار حق الجمع فبيلسك يعني بيزم جنب لار جنب إيف هذه لغات إلصاقية أما اللغات الإشارية فهي لغات بعض سكان الغابات التي تعتمد على الأصوات والمكاطع البسيطة التي تؤدي وظائف الاتصال البسيطة مثل أدوات الإشارة في اللغة العربية يعني هذا ذا ها إلى آخر هذه الأصوات يعني في لغات الغابات تعتمد على الإشارات أكثر من أي شيء آخر بهذا المعيار بمعيار الاشتقاك تعد العربية من أرقى اللغات في العالم لأنها أبرز لغة اشتقاكية هناك لغات أخرى سامية وغير سامية تعرفوا الاشتقاك لكن ليس بهذا الاتساع والاضطراد الذي تعرفه العربية العربية هنا متميزة عندنا العبرية وعندنا الآرامية السوريانية وعندنا الكنعانية وعندنا لغات كثيرة واليمنية القديمة كل هذه اللغات السامية تعرفوا الاشتقاك لكن العربية الفصحى الاشتقاك فيها واضح ومضطرد بشكل أوسر واللغات السامية أرقى من اللغات الهندوأوروبية مثلا السينسكريتية وغيرها واللاتينية التي تفرعت منها اللغات الأوروبية من حيث يعني فيه الطراد وفيه التساع في عمليات الاشتقاك بهذا المعيار هي لغة راكي وهناك مظهر آخر ومظاهر أخرى منها تعدد خيارات المتكلم في ترتيب الوظائف داخل الجملة داخل الجملة الواحدة هذا معيار آخر للمرونة يعني مثلا أنت تستطيع كمتحدث عربي أن تضع الفاعل يعني عندنا وظائف في الجملة وظائف الفعل وظيفة الفاعل وظيفة الصفة وظيفة الظرف وظيفة هذه الوظائف تدخل في علاقات نحوية مع بعضها بعضها وفي ترتيب معين تحطها كذا جنب بعض الفاعل جنب المفعول جنب الكلمات هذه العربية تسمح لك بتقديم بعض هذه الوظائف على بعضها مثلا ممكن تقدم الفعل أو تقدم الفاعل أو تقدم المفعول في الذكر يعني في الجملة تقول مثلا زيد ضرب عمرا تقدمت الفاعل أو تقول ضرب زيد عمرا تقدمت الفعل أو تقول عمرا ضرب زيد تقدمت المفعول به في مرونة ممكن تكدم أي وظيفة من هذه الوظائف هذا مش موجود في بقية اللغات بهذا الاضطران وعلى هذا كس في بقية الوظائف النحوية هذه المرونة كما قلت في الترتيب لا نجدها في كل اللغات يعني مش كل اللغات فيها هكذا وإذا وجدت في لغات أخرى فهي يعني بتكون محدودة ما فيش بهذا الاتساع وبهذا المرونة العالية هي في العربية أوسع كما يقول الخبراء المعيار الثاني في تقييم رقي اللغة العربية أو في تقييم رقي اللغة حموما هو معيار الثراء في المعجم يعني عدد الكلمات اللغة الغنية بمفرداتها لغة راكية لأن الثراء يدل على أنها أخذت وقت طويل في الاستعمال اللغة التي استعبلت لزمن طويل لابد أنها قد طورت نفسها وهذبت نفسها كثيرا بهذا المعيار أيضا تعد اللغة العربية أكثر اللغات ثراء في الحالم لماذا؟ لأنها تحتوي على 16 ألف جذر لغوي تمتلك 16 ألف جذر لغة الجذر زي ما قلنا لكم يكون مثلا معنا كاف تأباء هذه الثلاثة الحروف ممكن تخلق منها مئات الكلمات عندنا 16 ألف جذر من هذا النوع ومن هذه الجذور تشتق مئات الآلاف من المفردات في حين أن أكرب لغة إليها في عدد الجذور لا تتجاوز أربعة ألف جذر ربما أكون مخطئ ربما ثمانية ألف جذر لأنه في معلومات متضاربة لكن اللغة السينسيكريتية التكريبا التي تفرعت عنها اللغات الأوروبية الهندية فيما أتذكر تمتلك فقط أربعة ألف جذر سنكتفي بعدد الجذور فقط في الدلالة على ثراء اللغة العربية الوقت لن يسمح بالحديث عن كل مظاهر الثراء في العربية لأن هناك ثراء على مستويات الجملة والأسلوب يعني نحن مثلا عندنا ثلاث جمل العربية الجملة الإسمية الجملة الفعلية والشب الجملة الإنجليزية لا تعرف إلا الجملة الفعلية على سبيل المثال ننتقل إلى المعيار الثالث وهو معيار الكفاءة التعبيرية كفاءتها في التعبير اللغة الراقية تستطيع التعبير عن ثلاثة مستويات في حياة الناس مستوى الفكر ومستوى الوجدان ومستوى العلم واللغة العربية تفعل ذلك على أحسن مستوى تعبير عن الوجدان بالأدب وباللغة الفنية المجازية وتعبير عن الفكر بلغة تجريدية عالية وتعبير عن العلم بلغة حرفية تقيقة كله بحسب الكاتب أو المترجم حسب إمكاناته وخبرة باللغة العربية إذا لم يكن خبيرا ممكن لا تصعفها اللغة الجيدة هي لغة تقدم ذلك كله بدليل العربية تفعل ذلك كله بدليل أنها تترجم للعلم والأدب والفلسفة من التراث الإنساني كله دون مشاكل استثنائية تترجم من اللغة الإنجليزية من الصينية من اليابانية من كل اللغات بل إنها تتفوق على غيرها من اللغات بخصائص في أنظمتها الصوتية والصرفية والدلالية خصائص يعني ما فيه حاجات تخصها وحدها وسأذكر لكم بعض ما تمتاز به العربية على مستوى النظامين الصوتي والصرفي والنحوي أيضا قبل أن ننتقل للحديث عن مشكلات اللغة العربية في العصر الحديث أول ميزة في النظام الصوتي العربي هي أنه يغطي جميع المخارج الأساسية في جهاز الصوت لدى الإنسان إحنا عندنا 28 حرف في الأفجدية العربية 28 جهاز الصوت لدى الإنسان في 28 مخرج أساسي صريح في مخارج ثانوية غير صريحة لكن المخارج الصريحة الصحيحة الواضحة البينة في جهاز الصوت عند الإنسان 28 مخرج يعني العربية لم تهمل أي صوت صريح في جهازنا الصوتي شغلت كل المخارج هناك لغات لا تنطق بعض الأصوات مثل صوت الضاد مثلا وغيره من الأصوات والأصوات التي اجتمعت في جميع اللغات لا تتجاوز أربعة أربعة أصوات فقط هي الميم التاء النون الهاء جمعتها في كلمة متنة هذه المنطقة في بني مطر متنة هذه اللغات هذه الأصوات أو الحروف كما نسميها هي الموجودة في كل لغات الدنيا ما عداها أحيانا توجد وأحيانا لا توجد توجد في هذه اللغة ولا توجد في تلك هذه الحروف بغيرها من الحروف يعني العربية لم تهمل من الأصوات سوى الأصوات غير الصريحة كما قلت يعني مثلا صوت P P أو V نقول نيفيا ما نقولش نيفيا نيفيا ال PPC مثلا هي مش ال PPC هذه الأصوات أو ال T هذه الأصوات تهملها العربية لأنها عوضت عنها بالصوت الصريح الصوت الصريح ما هو الباء الباء بدل ال P الفاء بدل V ولهذا قيل إنها لغة فصيحة لهذا السبب فصيحة لأنه تخرج الأصوات من مخارج واضحة أصوات تخرج من مخارج واضحة وهناك ميزة أخرى هي أن العربية توزع هذه الأصوات على مخارج الحروف بالعدل لا تثقل على بعض المخارج بالضغط المتكرر عليها كما يحدث في بعض اللغات يعني بعض اللغات تعتمد على مخرج محدد أكثر من غيره تعتمد على الحنجرة على سكف الحلق على الأنف الفرنسية مثلا تعتمد على الأنف والحنجرة أكثر من غيرها طلع من الأنف احنا بنبالغ بس علشان يكون واضح المخرج بعض اللغات تعتمد على الشفة يعني تضغط على مخرج محدد وهذا قد يتعب بعض المخارج من كثرة الضغط عليها يعني يكون مجهد شوية لما تعتمد على مخرج محدد تكرر أكثر من غيره الجهاز الصوتي في العربية مرتاح يعمل بشكل مريح جدا لأنه يغطي المخارج الأساسية فقط ويوزع الأصوات بالعدل على المخارج في الجهاز الصوتي للإنسان ولا يكبل وهذه ميزة ثالثة لا يكبل بتجاور الحروف ذات المخارج المتجاورة يعني ما فيش عندنا كلمة فيها حرفين من مخرجين متجاورين مثل السين والزاي السين وزاي ما عندنا أشكال معربية مركبة من سي وزاي وراء بعض أو الضاد والضاء الهاء والخاء مثلا في التركية تلقى واحد اسمه فؤاد سيسكن سين معزاي وراء بعض موجودة في لغات أخرى ممكن يركبوا حرفين أو صوتين متجاورا في المخرج العربية ما تقبل الشهادة لأنها تحب الوضوح لازم تكون المخارج واضحة ما تتعبش الجهاز الصوتي هذه أيضا ميزة خاصة بالعربية فقط طبعا هناك كلام كثير يمكن أن يقال حول ميزات النظام الصوتي في اللغة العربية لكن نحتاج شرح وتبسيط وهذا سيحتاج الوقت أطول من وقت الحلقة خلينا ننتقل للحديث عن ميزات أخرى صرفية وتركيبية التركيب يعني الجملة يعني على مستوى الكلمة وعلى مستوى الجملة اللغة العربية تساعدك أكثر من غيرها على معرفة المعنى المقصود بالكلام لماذا؟ لأن خطوط إنتاج الدلالة فيها أكثر من غيرها نستخدم مصطلحات صناعية يقول لك خطوط إنتاج السلعة في المصنع يعني تعالوا نفهم كيف يتم إنتاج المعاني في اللغة أولا لدينا المعنى الكلمة المفردة كلمة مفتاح مثلا كلمة باب هذه كلمات لها معاني في المعجم معروف ما هو المفتاح ومعروف ما هو الباب المستعمل مستعمل اللغة يقوم بتركيب هذه الكلمات جنب بعضها وفق قانون النحو المعروف وظائف الفاعل يبقى في مكان والمفعول في مكان والصفة في مكان يرتبها هذه وظائف ويسوي جملة الجملة تعطينا معنى جديد من تركيب هذه الكلمات المفتاح في الباب مثلا هذا الذي يحصل في كل اللغة عندنا خطين إنتاج خط إنتاج المعنى في المعجم للكلمة وخط إنتاج التركيب لكن في العربية هناك خطوط إضافية لإنتاج المعنى غير المعجم وغير التركيب مثل معرفة المعنى الأولي من صيغة الكلمة صيغتها نفسها يعني على سبيل المثال ما هي الصيغة؟ كل كلمة معها صيغة زي الكوبي حقها حق الصورة الكوبي الكديم العفريتة هذه مثلا كلمة عندنا فعال هذه صيغة مفاعل صيغة لها كلمات كثيرة عندنا مفعول صيغة هذه كلها صيغة وغيرها بعض هذه الصيغة لها معاني في ذاتها الصيغة نفسها الكوبي خذ مثلا كلمة نجرب يعني كلمة مهماز مهماز هذه الكلمة غالبا ربما المشاهد غالبا معظم المشاهدين لا يعرفونها لا يعرفون معناها لكن مع ذلك بإمكانهم أن يخمنوا المعنى الأولي لهذه الكوبي من الصيغة لأنهم سيقيسونها على كلمات شبيهة مثل مسمار مهماز زي مسمار زي منشار زي مفتاح فيدركون من هذه الكلمة أنها تعني آلة آلة معينة يعني لها وظيفة وهذا تخمين صحيح لأن كلمة مهماز تعني قطعة حديد تكون في كعب كدم راكبة دابة اللي بيركب على الحصان مثلا في كعب الكدم حقه في آلة كذا حديدة يسموها المهماز للآلات في الغالب للآلات للدلال على الأشياء على الآلات يعني منشار مفتاح وما شابه هذا مثل ما جعلت صيغة فعال للأمراض اللغة العربية جعلت هذه الصيغة فعال جعلت هذه الصيغة بمعنى غالباً للمرض أي كلمة على صيغة فعال فهي على الأرجح تشير لمرض مثل زكام زكام على صيغة فعال أو سعاد أو رعاف أو رعاش إلى آخر ذلك الصيغة وحدها تعطيك معنى أولي للكلمة وهذا غير معروف غير معروف في لغة أخرى غير العربية هذا أيضاً يدل على أنها راكية المستعملها اشتغل عليها اشتغال طويل وفكر فيها طويلاً وهندسها يعني لغة متعوب عليها كما يقولون تحدث أحد علماء العربية القدامى أحد علماء العربية القدامى تحدث عن طبعاً اسمه العالم هذا إبل جني في كتاب الخصائص تحدث عن ميزة أخرى في اللغة العربية سماها الاشتقاق الأكبر قال ما معناه الكلمات في اللغة العربية إذا اشتركت في حروف محددة يصبح بينها معنى مشترك كبير حتى لو غيرنا مواقع الحروف في الكلمة مثلاً نأخذ مثال أي كلمة نركبها من حروف الكاف أو اللام والميم ها عندنا كاف ولام وميم أي كلمة نركبها من هذه الحروف الثلاثة فهي تدل على معنى القوة حتى لو خالفنا بين حروفها في الترتيب حتى لو خلين نخلي اللام أولاً أو نخلي الكاف أولاً أو نخلي الميم أولاً مهما خالفنا بين مواقع الحروف وترتيبها الكلمات التي ستنتج ستعطينا معنى عام هو معنى القوة معنى عام مش المعنى الخاص مثلاً كلم أو كلم الكلم بمعنى الجرح الجرح فيه معنى القوة ملك ملك أو ملك فيه معنى القوة هذه كلمة فيها معنى القوة لكما لكما فيها معنى القوة كاملة من الكمال هذا كلمة فيها معنى القوة واضحة كل هذه الكلمات كلها قلفت من ثلاثة حروف اللي الكاف لا ميم مرة نغير هنا ومرة نغير هنا مهما جاءت من كلمة قال ابن جني هذا مهما كلبنا هذه الحروف في كلمات يعطينا معنى عام هو معنى القوة وهناك كلمات أخرى يعني ضرب هذا العالم أكثر من 80 مثل في الكتاب أو 85 مثل في هذا الكتاب وهذا مستوى آخر لإنتاج المعنى في العربية يعني أنت ممكن تعرف المعنى من خلال المعجم من خلال التركيب من خلال الصيغة من خلال الاشتقاك الكبير يساعدك كل هذه الخطوط إنتاج لمعرفة المعنى أو الدلالة هذه بعض ميزات العربية التي تدل على رقيها وكفاءتها كملنا المديح الآن المفروض ننتقل للهجاء المفروض الآن نتكلم عن عيوب ومشكلات العربية المعاصرة في عيوب في مشكلات كيف نتفاداها يا ترى هذا هو موضوع الفكرة التالية اللغة العربية متهمة بأنها صعبة التعلم وأنها تسبب ازدواجاً في الشخصية الثقافية للإنسان العربي لما يحب يتفلسفه ازدواجاً في الشخصية الثقافية للإنسان العربي لماذا؟ لأنه يضطر للحديث بلغتين في حياته أحدهما الشعبية لغة مشاعره وأفكاره الطبيعية والأخرى هي اللغة الفصحة لغة الأفكار الراكية حكاية ازدواجاً هذه من عندي قالوا هذا يصبب انشطار في الشخصية العربية سأكتفي هنا بمناكشة مشكلة صعوبة تعلم اللغة العربية لأنه ما عندناش مجال نتكلم عن مشكلة الازدواج في الشخصية اللغة العربية صعبة التعلم هذا كلام إلى حد ما صحيح لكن هذه الصعوبة النسبية ليست ناتجة عن قصور في اللغة نفسها بل في العلوم التي تخدمها وخصوصاً علم النحو وهناك علماء عرب معاصرون وضعوا أيديهم على مشكلات جوهرية في علوم العربية أهم هؤلاء العلماء هو الدكتور تمام حسان فيه كتاب مهم للغاية اسمه اللغة العربية ومعناها ومبناها تمام حسان لفت الانتباه إلى أن علم النحو العربي نشأ لدواعي غير علمية ولذلك لم يبنى بطريقة صحيحة بعد الفتوحات الإسلامية دخلت شعوب كثيرة في الإسلام وأصبحت جزءاً من الأمة الإسلامية التي تتحدث العربية هذه الشعوب لم تكن تجيد نطقة العربية بشكل سليم وخصوصاً الضم والكسر والفتح هذه العلامات فنشأ علم النحو في بدايته لمعالجة هذه المشاكل وتلافيها وهناك قصة التي رويت عن أبي الأسود الدؤلي تكشف ذلك فقد وجد أبو الأسود الدؤلي أن ابنته لا تعرف الفرق بين جملة ما أجمل السماء وما أجمل السماء جاءت قالت له ما أجمل السماء تشتي تقول إن السماء جميلة فقال لها النجوم قالت لا أنا أشتي أقول لك إن السماء جميلة قال لها قولي ما أجمل مش ما أجمل لأن ما أجمل هذا سؤال التعجب له طريقة أخرى ما أجمل الفتحة يعني الجملة الأولى للسؤال والأخرى للتعجب فالدؤلي رفع القضية للسلطات العليا في وقته وقال الحقوا اللغة العربية قبل أن يصيبها اللحن اللحن يعني هذه الأخطاء لتلافي هذه المشكلة أسسوا وقعدوا للنحو ولهذا بني علم النحو على نظرية اسمها نظرية العامل العامل يعني ما الشيء الذي يعمل في الكلمة حتى يجعلها مضمومة أو مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة صاروا فقط يسألون ما العامل الذي جعل هذه الكلمة مرفوعة أو جعلها منصوبة وتلك مجرورة وهذا كان أكبر خطأ منهجي في حق اللغة العربية لماذا؟ لأنه حول علم النحو من علم شامل يهتم لكيفية إنتاج المعنى في الجملة العربية إلى علم جزئي يتتبع العلامة الإعرابية على أواخر الكلمات يعني كزموا كزموا زي ما يكون عندك رئيس جمهورية المفروض أن عنده السلطات كثيرة يحولوا إلى محافظ يهتم بشؤون الموظفين اللي يمعف في الفندق وفي رئيس جمهورية كان من حق أن يسوي أشياء وأشياء علم النحو المعروف يحاول معرفة وظيفة الكلمة في الجملة علم النحو الذي نعرفه نحن الآن يحاول معرفة وظيفة الكلمة في الجملة هل وظيفة تفاعل ولا مفعول ولا صفة ولا نعت ولا حال ولا إيش وظيفتها من خلال ماذا يعرف من خلال كرينة واحدة هي العلامة الإعرابية الضم والرفع والكسر في حين أن الوظائف في الجملة العربية تعرف بثمان كرائن مش بكرينة واحدة هناك سبع كرائن أخرى غير العلامة الإعرابية يهملها النحو العربي لا يعتني بها علم النحو مع أن العلامة الإعرابية ليس لها كيمة كبيرة في تحديد الوظيفة لأن معظم الكلمات العربية معظم الكلمات العربية لا تحتاج لعلامة إعرابية يعني مثلا معظم الأفعال لا تظهر عليها علامة إعرابية لأنها مبنية غير معربة يعني أفعال الماضي كلها مبنية أفعال الأمر كلها مبنية لا تظهر عليها علامات إعرابية أيضا كل الحروف لا تحتاج لعلامة إعرابية لأنها مبنية كثير من الأسماء لا تحتاج لعلامة إعرابية يعني ما يفارش عليها لعلامات إعرابية مثل أسماء الإشارة أسماء الاستفهام الأسماء الموصولة الأسماء المنقوصة الأسماء المقصورة إلى آخر ذلك كل هذه الأنواع لا تحتاج ولا تظهر عليها علامة عربية والمشكلة الأخرى في نظرية العامل أنها جعلت النحاة يكسمون أبواب النحو على حسب العلامات العربية لا على حسب الأساليب يعني قالوا هذا باب المرفوعات وحشروا فيه عدد الأساليب هذا باب المنصوبات وحشروا فيه عدد الأساليب هذا باب المجرورات وهكذا ثم وزعوا كما قلت أساليب اللغة على هذه الأبواب هذا صعب اللغة هذا صعب تعلم اللغة كان المفروض أن يكسموه على الأساليب يعني الطالب لا يدرس هنا أساليب واضحة في أبواب محددة كان المفروض يدرس أسلوب التوكيد فيه باب أسلوب الاستثناء فيه باب أسلوب الاستفهام فيه باب وهكذا لا الآن ماذا يصنع؟ يجد الأساليب نفسها أسلوب التوكيد موزع على عدد من الأبواب فلا يجتمع في ذهنه فكرة التوكيد يعني ما يقدرش يجمع أسلوب التوكيد بشكل واضح في ذهنه الأساليب مفرقة على أبواب النحو حسب العلامة الإعرابية لأن التوكيد يعني بحسب العلامة الإعرابية موزع علم النحو ما نشتيش نعكد المسألة أو علم الكواعد في الأساس المفروض كان يكون لدراسة ماذا؟ لدراسة الأساليب وأحوالها ونكمل الحديث المشكلة الثانية في علوم العربية هي مشكلة الفصل بين علم النحو وعلم المعاني علم المعاني اللي هو أهم علم في علوم البلاغة كان يفترض أن يكون علم المعاني جزءاً من علم النحو علم المعاني الآن جزء من علم البلاغة وهو علم يدرس أحوال الجملة من حيث الفصل والوصل في الجملة الإظهار والإضمار التقديم والتأخير دخل محمد أو محمد دخل من نكدم ولو كدمنا هذا ما هي الدلالة ولو كدمنا الثاني وأخرناه ما هي الدلالة وغير ذلك إياك نعبد ونعبد إياك ما الفرق بين هذا المعنى وذاك بسبب التقديم والتأخير هذا يدرسه علم المعاني المفروض هذه الأحوال يدرسها علم شامل يسمى علم النحو لأن هذا يسهل على المتعلم الربط بين الأحوال المختلفة للجملة ويستوعبها وحيربط بين كواعد النحو وكواعد علم المعاني في علم واحد يجمعهما معاً علم واحد واضح وبسيط الدكتور تمام حسان يقول إذا فعلنا ذلك إذا وحدنا بين علم المعاني وعلم وعلم البلاغة وعلم النحو ستسقط كثير من أبواب النحو التي تعقد هذا العلم صور والطالب يدخل يدرس ثلث النحو الموجود فقط وهناك مشكلة ثالثة أشار إليها تمام حسان هي مشكلة غياب علم المعجم غياب علم المعجم العربي ليس لدينا علم معجم للأسف لدينا معجم لكنه عبارة عن لستة زي لستة المطاعم كلمة وثلاثين معنى جنبها ما عندناش علم معجم علم المعجم كان سيضم إليه علم البيان اللي هو الآن يدرس ضمن علوم البلاغة علوم البلاغة الثلاثة المعاني البيان البديع كان المفروض أن علم البيان جزء من علم المعجم رأس علم المعجم لأن وظيفة علم المعجم ما هي دراسة الأساليب المجازية ووضع كواعد الفصل بين المعاني الحرفية والمعاني المجازية التشبيه والاستعارة والكناية والولولول كل هذا كان يدرس في علم البيان والمفروض أن هذا أيضا جزء من علم المعجم لأنه بيدرس اللفظة متى تكون اللفظة مجازية ومتى تكون ناخذها بمعنى الحرفي الحقيقي هذه مشكلة ثانية ومشكلة رابعة أشار إليها الدكتور تمام حسان هي مشكلة غياب المعجم التاريخي المعجم التاريخي يسجل السيرة الذاتية لكل كلمة نطقة بها العرب تدخل على المعجم تبحث عن كلمة أدب أو نقد مثلا فتعرف سيرة الذاتية من أيام الجاهلية إلى اليوم كيف استعملها فلان الشاعر الفلاني كيف استعملها الكاتب الفلاني في الحصر الفلاني والفقيه الفلاني في الكتاب الفلاني هذا المفروض كل كلمة نطقة بها العرب المفروض لها سيرة ذاتية موجودة في المعجم هذا كان سيسهل على المتعلم والمثقف معرفة المعاني التقيقة ومن ثم لا يخلط بينها وبين معاني أخرى للكلمة ما يحترش خلصوا عارف أن هذه الكلمة مثلا كلمة دك الباب غير ضرب الباب ضرب الباب يعني مثلا عندنا كلمة طركة طركة وضرب الباب طركة لا تكون إلا في الليل عندما تضرب الباب في الليل أما ضربة في أي وقت هذا المعنى الإضافي ناخذ من هذه الكلمة طيب من كلمة طركة حلفة غير أكسمة مفروض أن الحلفان يأتي عن تهمة القسم لا يأتي عن تهمة مفروض العربي يستخدم كل كلمة من هذه الكلمات بشكل واضح المعجم التاريخي المفروض وضح هذه الأمور لأن هذا الخلط يجعل اللغة مترهلة حمالة أوجه بشكل مزعج يستخدم الكلمة ومش عارف معناها الدقيق واللغة الراكية لابد أن تكون لغة رشيكة خالية من الشحوم والدهون والفرد الواحد ما عندهش قدرة أن يعرف هذا كل بمجهودها الشخصية هذا محتاج وقت طويل لازم المؤسسات تساهل هذه الأمور من خلال هذه المشاريع الترادف في اللغة ليس دلالة على دلالة غنى كما يقول البعض بل دلالة تضخم لغة إذا ما كانش فيه فرق ولو حتى بسيط بين الكلمة والكلمة إذا كانت كلمتين بيأدوا نفس المعنى هذا تضخم مثل تضخم الاقتصاد لما يكون عندك ثلاثين كلمة للشيء الواحد هذه بطرة بطرة وتضخم يصعب اللغة والمفروض نرشد اللغة ونعلم الناس الفروق الدلالية بين الكلمات نقول لها الفرق بين جاء وأتى وأكبل في فروق مش شيء كلا زي بعضها بين قعدة وجلسة في فروق هذه تأتي عن بعد قيام وهذه تأتي عن اضطجاع بحيث يستعمل الشخص الكلمة المناسبة فقط للمعنى إذن مشكلة اللغة العربية تكمن في تكمن في السلفية العلمية مثلما هي مشكلة الدين الإسلام واللغة العربية يعانيان من نفس المشكلة من المشكلة نفسها نو نفسها المؤسسات العلمية التقليدية ترفض المراجعة والنقد وإعادة النظر في علوم السابقين تقول لك ليس في الإمكان أحسن مما كان أشعجيب بعد اللي جابه من أنت على طريقة الكذافي من أنتم علوم العربية بحاجة إلى ثورة بالفعل والجهود النقدية التي كدمها علماء معاصرون أمثال تمام حسان إبراهيم مصطفى في إحياء النحو مهد المخزومي وغيرهم هذه جهود كافية للبدء بإجراء هذه الثورة في علم اللغة نحتاج فقط لمؤسسة مدعومة بالمال تفرغ الباحثين باحثين ممتازين كنوا أدباء مش علماء لغة فقط نحن فاهمين اللغة من غلط أفضل من يفهم اللغة هم الأدباء الشعراء والكتاب الرواية وما شابه ذلك مش علماء اللغة مش اللي يعرفوا القواعد تفرغ علماء ممتازين لدراسة المشروع وتكديم رؤية شاملة في الموضوع ونبدأ أنا شخصيا أرشح طولة قطر لهذا الدور لأنها قد بدأت فيه بالفعل عندما مولت ورعت مشروع المعجم التاريخي الذي أنجز قبل شهور من الآن ممكن تتم العملية يعني تتم الجميل ليتها تكمل الجميل بمشروع مثل هذا مشروع تطوير العربية وتجديدها وفقا للاجتهادات التي قدمها أمثال الدكتور تمام حسان أخيرا ربما أثقلت على المشاهد الكريم بكلام فيه بعض الصعوبة لأن القضية هي بطبيعتها تخصصية ومعقدة وحاولت أبسطها قدر الإمكان مع الإشارة إلى المشكلات الأساسية كان إحنا ممكن نبسط أكثر وأكثر لكن كان حيفوتنا الكلام عن كثير من القضايا المهمة فاضطرين أن نضغط وللعلم هذه القضايا للأسف لا تأخذ حقها من الاهتمام حتى لدى الدارسين المتخصصين يعني أكسام اللغة العربية في الجامعات العربية بحسب ما أعلم على الأكل لا تولي هذه القضايا اهتماما لا توليها أي اهتمام كافي يعني قضيت أنا شخصيا في دراسة اللغة العربية والأدب العربي كرابت سبع سنوات في الجامعة لم أسمع أحدا يشير إلى كتاب تمام حسان هذا اللي اتكلمت عليه هذا كل اكتشافات وجهود شخصية كان المفروض الجامعات تقوم بذلك المساقات الدراسية في الجامعة هي التي تقوم بذلك وتعتني بهذه الجهود مع أنه هذه الجهود جهد تمام حسان في هذا الكتاب يعد أهم ثالث كتاب في تاريخ العربية بعد كتاب سيبوي ودلائل العجاز الجرجاني كما يقول تمام حسان نفسه صعب الكتاب وأنا أصدقه في ذلك وطوال فترة دراستنا الجامعية لم نكرأ نصا واحدا لمصطفى الرافعي مثلا وهو أديب عظيم أو طه حسين صاحب الأيام اللي يعدى هذا الكتاب هو الأيكونة للغة العربية الراقية في العصر الحديث لم ندرس إشارة واحدة لتوفيق الحكيم لم نجد إشارة واحدة لتوفيق الحكيم أو يوسف إدريس وهم أدباء كبار توفيق هذا يعتبر شيكسبير العرب لم نسمع عنه في دراستنا الجامعية طوال سبع سنوات في البكاليريوس والتمهيد الماجستير والماجستير وهؤلاء وغيرهم هم كتاب العربية الذين أثروا هذه اللغة ونفخوا فيها الروح بعد أن تصلبت شرايينها في عصور الانحطاط هؤلاء وغيرهم أكصدنا في إهمال للقامات الكبيرة والجهود العظيمة في الدراسة الجامعية كنا ننتبه لأمور أخرى أكل أهمية وهذه مناسبة لأخبر المشاهد الكريم بمسألة مهمة هي أن اكتساب اللغة على اشتري الآباء والشباب والأمهات يركزوا اكتساب اللغة لا يكون عن طريق دراسة علوم اللغة وكواعدها إذا تشتري تتعلم العربية لا تروحش تترس علم النحو وكواعد الصرف هذا خطأ من أراد اكتساب اللغة فليكرأ نصوصها الأدبية فقط الأدب هو اللغة أما علوم اللغة فهي بمثابة القانون يعني مثلا عندك القانون الجنائي في الدولة القانون الجنائي مثلا لا يعلمك الأخلاك الفاضلة الأخلاك تأتي عن طريق التربية أما القانون فهو معرفة متأخرة تعرف عواكب فعلك وهكذا اللغة اللغة من أراد أن يكتسب اللغة فليذهب إلى كتب الشعر والكصة والسيرة الذاتية والكتب المقدسة الكتب المقدسة كل أشكال الأدب الأخرى يعني القرآن الكريم هذا كتاب الأدب العربي الأول وهذه نصيحة للآباء والأمهات ضعوا في طريق أبنائكم القصص والروايات وكتب الشعر منذ نعومة أطفالهم حطوها قدامهم كذا في البيت يمكن يتفقدوها ويتعلقوا بها لا تشغلوا أنفسكم بكتب التاريخ والفك وما شبه ذلك لأن هذه معرفة قانونية لا تصنع مخيلة ولا تكسب الطفل قيم ولا تكسب الكاموس لغوي ولا تكسب مهارات في التفكير الإبداعي هذه كلها مجرد معارف باردة لنوجد الشخصية الجيدة أولا ثم نعلمها التاريخ والدين والفكر وغيرها من العلوم الشخصية الجيدة لكي توجد تحتاج إلى بناء وجداني وإلى ملكات في الذهب وهذا من اللي يصنعها الأدب كتب الأدب في المقام الأول والقرآن الكريم كما قلت هو أهم نص أدبي في تاريخنا العربي كل إذا نظرنا إليه من زاوية اللغة والأدب لا من زاوية المضمون الديني ونص إله أو هو خطاب إلهي ونص أدبي إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الأسرع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر